السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في الفيديو اللي فات اتكلمنا على بديل لجوجل ادسنز وهي جوجل اي دي اكس نفس منصة جوجل ادسنز بالضبط للناس اللي هي اصحاب المواقع اللي هي حساباتهم متقفلت على ادسنز فيقدروا يم يخش دلوقتي يربطوا على جوجل اي دي اكس لكن في الفيديو ده هيبقى الشرح مختلف تماما هيبقى بديل للاتنين بديل لجوجل ادسنز وبديل لجوجل اي دي اكس في موقع اسمه مايكروسوفت بابلشار سنتر والموقع ده برضو نفس نظام اللي هي جوجل ادسنز برضو بتضيف الاعنات وبتاخد شفارات الاعلانية من الموقع بعد كده بتضيفها عندك في موقعك انت وبتقدر تربح من عليها ونعرف كل ده بالتفصيل في الفيديو لكن ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب يلا بينا منصة مايكروسوفت بابلشار سنتر زي ما انت شايف كده قدامك على جوجل كروم لما تيجي تكتب عندك مايكروسوفت بابلشار سنتر لو جيت تروح عندك على الصور بتاعتها بتلاقي هنا نفس الاعلانات اللي بيقدمها لك اعلانات اللي هي البدر اعلانات شاشة اعلانات اللي هي مربعات مستطيل عمودي كل حاجات اللي هي موجودة في الاعلانات الخاصة بمايكروسوفت عندك هنا اسمها بابلشار سنتر زي ما انت شايف كده دي منصة مايكروسوفت بابلشار سنتر وهواريه كمان في شاشة لقدامك الارباح او في ناس قدر تربح من عليها في الولايات المتحدة الامريكية هي ان شاء الله انا حبيت ان انا بلغك عشان هي هتنزل الدول العربية قريب جدا جدا يعني لكن تعالوا بيك هنروح عندنا ازاي تقدر تنشئ حساب على مايكروسوفت بابلشار سنتر وهقولك في تفاصيل كتيرة عن المنصة دي هتضغط عليها ضغطة كده اول حاجة بتكتب مايكروسوفت بابلشار سنتر او تخش على الرابط المثبت في التعليقات هتفهم اكتر حوالين مايكروسوفت بابلشار سنتر طيب دلوقتي بروح عندي عندي هنا على الساين ان وبعد كده اعمل تسجيل دخول بحساب الهوتميل بتاعك او حساب الجامعة بتاعك عادي جدا بعد ما تيجي تسجل دخولك عن طريق حساب مايكروسوفت بعد كده هيظهر لك عندك هنا الساين اوب مايكروسوفت بابلشار سنتر هتضغط عليها بس ضغطة وبعد كده بتختار هنا بقى سواء كانت منظمة اللي انت شغال عليها الموقع تبع منظمة او تبع لفرد او شخصة على سبيل المثال ان انا اختار فردي هنا وبعد كده بقى عندي على كلمة next هنا بيكتب لك الاسم والاسم الاخير لكن خلي بالك اتدفع عن طريق الولايات المتحدة الامريكية مش هتعرف تغيرها لكن زي ما احنا اتفقنا الشهور اللي جاية ان شاء الله هيفتح معانا في الوطن العربي لكن تعالى بس خب مني فكرة الموقع ده بعد كده بتروح عندك بتسجل بقية الايميل بتاعك تغط عندك على كلمة next وبعد كده بيضيف بقى الحاجات بتاعته هنا بقول لك هو ان عايز يعمل استبيان او انتظار وبعد كده هنا بيقول لك هنا join waitlist اللي هو قائمة الانتظار بتكتب بعض البيانات بتاعتك اللي هيطلبها منك علشان لو في اي بول على طول بيبعت لك رسالة على حساب الجيميل بتاعك او على حساب الhopmail علشان تقدر تقبل في Microsoft Publisher Center اضغط عندك بس على start now وبعد كده هنا بتكتب بقى اسمك الاول هنا اسمك الاخير هنا البريد الخاص بالبزنس بتاعك او الموقع بتاعك هنا الدومين او النطاق برضو بتاعك وهنا برضو الدومين بتاعك هنا بتكتب العنوان والمدينة والولاية وبتكتب الدولة اللي انت قاعد فيها سواء كان هنا مثلا اختار هنا عندي ايجيبت طبعا انت بتكتب البيانات بتاعتك بحيث انك تكون مسلا قاعد في مصر ولا قاعد في السعودية ولا قاعد في الامارات يعني اكتب عنوانك المزبوط علشان لو في اي قبول على طول في قائمة الانتظار على طول بيبعتوا لك رسالة وقولك ان احنا قابلنا الموقع بتاعك او احنا قابلنا الاكاونت بتاعك انه هو ينضم ل طيب بعد ما تيجي تكتب كل البيانات دي بقولك هنا زيارات الموقع بتاعك مثلا عندك من الف الحد عندك هنا فوق الميت الف وهنا بقولك نوع نوع النشر هنا بقول عندي فردي ولا شركة اختار مثلا فردي طبعا بتكتب البيانات دي كلها وبعد كده بتضغط عندك على كلمة ناكست بعد ما تيجي تضغط عندك على كلمة ناكست بقولك ان المعلومات اللي انت قدمتها هيروح للبابلشار سنتر سابورت اللي هو دعم المايكروسوفت بعد كده بتضغط عندك على كلمة سابمت وبعد كده بقى بتضغط عندك على كلمة ستارت ناو وبتبقى تدخل عندك بقى على الفورمز اللي هو يكتبها لك هنشوف هيقول لنا ايه زي ما انت شايف كده قدامك اضغط عندك على كلمة ساين ان او ساين ان وزود انا نعمل تسجيل لك ودخول من غير ما اروح عندي بعمل تسجيل على المنصة دي طبعا بيفتح لك هنا بريزنتيشن بقى بتقدر تكتب في البيانات بتاعتك عادي جدا المهم في الاخر هو هيجي وصح اصلك على الميكروسوفت بابلشر سنتر طيب دلوقتي هل هو المنصة دي هتنافس بالفعل جوجل اد سنز وتنافس جوجل اي دي اكس هو بصراحة انا شايف ان المنصة دي مناسبة للناس اللي اتقفل حساباتها على جوجل اد سنز لكن فيه مشكلة صغيرة كده ان فيه يعني اغلب المستخدمين على المنصة جوجل حوالي بيدخل من تيالي من مليار اتنين مليار شخصة في اليوم بحث على محرك جوجل لكن في الميكروسوفت دريبا بيدخل بس هو عدد مليون اتنين مليون او مت مليون يعني العدد بيبقى قليل بس يعني محرك بحث جوجل هو اكسر شهرة فعلشان كده هيجي لك زي رب من على جوجل بتلاقي ارباح جوجل احسن لكن انا معرفش الصراحة هل ارباح بابلشر سنتر دي في الوطن العربي ممتازة ولا لا كل ده انا عرفه في الايام اللي جاية ولو في اي جديد انا هبدأ هشرح عليه ان شاء الله تقدر دلوقتي تتضم على جروب ماكروسوفت بابلشر سنتر هتلاقي موجودة التعليقات اللي في الوصف لو احتاجت اي حاجة تواصل معي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله دمتم بخير سلام